الله إلهي قد مد إليك الخاطئ المدنب يدايك بحسن ظنه بك إلهي قد جلس المسيء بين يدايك مقرا لك بسوء عمله وراجيا منك الصفح عن زلاله يعترف بين يداي الله إلهي ارفع أكفكم ومن كان يرا في نفسه أنه غير مدنب فلا يرفع كفه إلهي قد رفع مع الظالم كفيه راجيا لما لديك فلا تخيبه برحمتك من فضلك إلهي إلهي قد جثى العائد إلى المعاصي بين يدايك خائفا من يوم تجثو فيه الخلائق بين يدايك إلهي إلهي طرفه طرفه حدرا راجيا وفاضت عبرته مستغفرة مستغفرة نادما ما بينك وبين الله وأنت في هذه اللحظة خاطب الله بقلبك مولا يا سيدي وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك ولا وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك جاغل ولا لعقوبتك متعرض ولا لنظرك مستخد ولكن سولت لي نفسي وأعانتني على ذلك الشقوتي وغرني سترك المرخى علي فمن الآل الآل عذابك من يستنقد لي وبحبل من أعتصم إن أمت قطعت حبلك عني فيا سوءة 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 وداء من الوقوف بين يديك لا إله إلا الله إذا قيل للمخفين أجوز وللمثقلين أحط أفمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط ويلي 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 كلما كبر السن كثر الدنوب من حق الإنسان والله إذا يتأمل في هالكلمات أن يصرح بهذه الكلمة ويلي 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 كلما كبر السن كثر الدنوب يا ربي ويلي كلما طال عمري كثرت معصية فكم أتو وكم أعود أمان لي أل أستحيا من ربي اللهم فبحق محمد وآل محمد اغفر لي وارحمني يا أرحم الراحمين وخير الغافرين يا أرحم الراحمين وخير الغافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحم